بالسابق خاصة لو تكلمنا على القرن التاسع عشر وهذه أنا أقراها كثير أن لاحظوا ما بعد الإنتاج كانت الناس كيف يبيع المنتج ماله فلازم يتحاور مع البشر اللي حوله فلما يتكلمون مع الأشخاص الأشخاص تنقل أهمية هذا المنتج ومنها ظهرت شركات الدعاية والإعلان ومن ثم رأوا علماء النفس وانتبهوا إلى شيء يسمون الانتباه الكبير الذي يحدث عند الناس وكيف هذا يحدث بسبب أن اختاروا بعض الكلمات كانت مؤثرة جدا في جلب انتباه هذه الناس فاتجهوا بشكل مباشر إلى شراء هذه السلعة ولاحظوا أن من إنتاج هذا المنتج ولاحظوا إلى أرقام في البنوك كيف تتحول إلى حسابات هذه الشركات ومنها بدأت الشركات الدعاية والإعلان تصير على الأقل ترتقي في قضية استخدام الكلمات والمحاور ومن ثم استعانوا في خبرات رجال مثل علماء النفس وتركيبة كيف نخاطب هذه البشرية في أن أيضا نعزز من هذه المنتجات داخل هذه الدول ومنها طلعت الآليات الكبيرة التي نشوفها اليوم وتحولت إلى تطبيقات والتطبيقات هذه صارت عوامل مساعدة في عمل نشر سواء كانت العمليات التجارية أو في قضايا التي مثلها تعتبر نقل الأخبار ونقل الأحداث وأيضا إظهار الأبعاد الكبيرة ما وراء الحدث